اجريت قرعة دوري السوبر الافريقي او السوبر ليج في نسخته الاولى اللي هي معمولة بالتنسيق ما بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم وبيرعاها بعض الجهات المختلفة وده اللي مخلي قيمتها المالية وجوائزها اكبر من اي بطولة افريقية على مستوى الاندية في وقت سابق ورغم ان هي ممكن تبقى اشبه بان هي دوري ابطال افريقيا بيبدأ من دور التمانية وحتى الفرق اللي موجودة فيها نفس الفرق تقريبا اللي بتكون موجودة في دوري التمانية من بطولة دوري ابطال افريقيا لكنها تقدر تقول استحداث لبطولة برعاة مختلفين وبالتالي بانفاق مختلف وبالتالي باستفادة لاغلب او لكل المشاركين من البداية اعلنوا النهاردة كمان انه ما بعد النسخة الحالية اللي بيشارك فيها من مصر فقط الاهلي وهي بيشترك فيها ثمانية فرق من النسخة اللي جاية السنة الجاية ان شاء الله هيبقى عدد المشاركين 24 فريقا وبالتالي التجربة الاولى دي بتطلع لنا النقاط الايجابية والنقاط السلبية وهتتلعب بنظام الذهاب والاياب والبداية هتكون الاهلي مع سيمبا التنزاني اذا الاهلي سيلتقي بميكي سوني ورفاق ميكي سوني وذلك تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر اللي فريقه بيستعد حاليا لبداية الموسم وبيستعد لبداية الموسم بمواجهة ستجمع الاهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري باذن الله في المملكة العربية السعودية تعالوا مع بعضنا استعرض المجموعات كاملة القرعة كاملة مش مجموعات الادوار الاقصائية مباشرة وطريق الاهلي الى حصد بحسب ما هو متوقع دون الاعلان الرسمي ستة ملايين دولار اذا اقتنص لقب البطولة الافريقية الناشئة الحديثة يلا بينا مع بعض النسخة هتبدأ مبدئيا من عشرين اكتوبر وتنتهي يوم حداشر نوفمبر وبالتالي ما فيش اي مجال ان يتلعب ما بينها او خلالها اي حاجة انت هتبدأ بالضبط كده في عشرين يوم تلعب البطولة ذهب وعودة ذهب وعودة واللي يعدي يخش في اللي بعده لحد ما تكسب البطولة تقام مباراة الافتتاح في تنزانيا اللي هي ملعب سيمبا وده تحدد سلفا لصدافة اولى مباريات النسخة الاولى اللي هتكون ما بين سيمبا التنزاني والاهلي يوم عشرين اكتوبر باذن الله الفريقان هيلتقيان ايابا يوم اربعة وعشرين اكتوبر المقبل على ملعب الاهلي اللي هو بحسب المعلومات يعني استاد القاهرة وده اللي كان جيه وفد من الكاف سابقا والفيفا وعمل كشف عليه كده لاستعداده للمواجهات اذا المواجهات الكاملة هي الاهلي مع سيمبا التنزاني الترجي التونسي مع مازينبي الكنجولي انيامبا النيجيري مع الوداد البيضاوي المغربي بيترو اتليتيكو الانجولي مع سانداونز الجنوب افريقي ده الوضع الراهن والفائز من ماتش الاهلي مع سيمبا التنزاني هيلعب مع الفائز من بيترو اتليتيكو وسانداونز والفائز الناحية التانية من الترجي ومازينبي ده ماتش ورده قد يكون اقوى مواجهة في دور التمانية هيلعب مع الكسبان من انيامبا والوداد انيامبا ده بالمناسبة ودع دوري ابطال افريقيا من كام يوم من الدور التمهيدي من البطولة بيترو اتليتيكو على جانب اخر عنده مشكلة ان النهارده الاتحاد الانجولي قال له كشفنا عن الفساد انت موقوف سنتين يا بيترو عن لعب كرة القدم وهنتكلم عن التفاصيل اما النهائي ان شاء الله فهيبقى يوم 5 نوفمبر الزهاب والاياب يوم 11 نوفمبر نتمنى يثبته على كده وما نجيش قبل نوفمبر نلاقي المباراتين تحولتا الى مباراة واحدة ولكن دي حاجة واضحة ان هي الرعاية فيها اقوى وبالتالي التركيز عليها اشد فنشوفها تخلص ازاي وان شاء الله يوم 11 نوفمبر يكون الاهلي متوجا بالنسخة الاولى من هذه البطولة بنتكلم على انه منافس الاهلي او احد منافسي الاهلي المحتملين اذا مر الاهلي ان شاء الله من مواجهة سنبا التنزاني عنده قصة قبل ما نتكلم عن القصة بتاعته تعالوا نروح الى هذا التقرير من مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم او مقر عمل القرع النهاردة اللي حضرها عدد من نجوم الكرة الافارقة منهم من هم من المصريين ومنهم من الدول الافريقية الاخرى المصرية والجيل الزهبي الجيل المتوج ببطولات ثلاث متتالية على مستوى بطولة امم افريقيا اما بالعودة للاهلي فالاهلي اذا يلتقي مع سنبا وبالتالي سيلتقي ميكي سوني برفاقه السابقين من لعبي الاهلي ميكي سوني كان او بدى متحمسا لان يواجه لعبي الاهلي ولكن بقميص فريقي السابق اللي ضمه الاهلي وبيتسو موسماني منه وهو سنبا التنزاني كتب ال لا استطيع الانتظار لمواجهة اصدقائي القدامى هو كان واجه هؤلاء الاصدقاء كمنافسين سابقا وكان سجل امامهم في متش سابق للاهلي وسمبا وبسبب هذه المواجهة لفت انتباه الاهلي فانضم تحت قيادة موسماني وكان ساعتها للمتش ده خلص بفوز سنبا بهدف ميكي سوني نفسه فانضم للاهلي لكن لم يجد طريقه نحو التقلق فرحل عمل لفته معارا ثم انضم نهائيا الى فريق سنبا والان يلتقي مع الاهلي ان شاء الله يمر الاهلي الى الدور المقبل لمواجهة سانداونز او بيترو اتليتي